موسيقى هلو سهلا لكل المشاهدين مشاهدين تلفزيون دولة الكويت في حلقة استثنائية لبرنامج بعد السادسة في يوم الجمعة على الهواء مباشرة مشاركة في فرحة أهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا بالزيارة الميمونة لسمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله للكويت مساء اليوم يا هلو بكل المشاهدين لبرنامج بعد السادسة وحديثي يبدأ بشعار تلفزيون الكويت بهذه الزيارة ونقول الله حيا نورت الكويت وازدانت كويتنا بقدومك فعلا وليس قولا مدرجا نور دارك والساعة المباركة في زيارة أبهجت القلوب أهل الكويت كامل الكويت فرحان اليوم بوجودك بيننا في بلدك أكيد الكويت وحللت أهلا ووطأت سهلا طبتم وطاب مقامكم فعلا زميلة نورة والزيارات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب سمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله تؤكد وترسخ هذه العلاقة التي تعتبر نموذجا للعلاقات بين الدول فعلا زميلي عيد زيارة ووصول سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود حفظه الله إلى دولة الكويت وكان في استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله وكبار القادة والمسؤولين في مطار الكويت الدولي لا تعبر إلا عن الإيمان الراسخ في توحيد الصفوف بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الذين لذان يجمعهم تكامل والتعاون والمصير المشترك وتعد زيارة تمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود حفظه الله ترسيخ لعمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين ثالث زيارة رسمية له بعد زيارتها الثانية في 30 سبتمبر لعام 2018 والتي استفقتها الزيارة الرسمية الأولى في مايو 2015 وتجسد العلاقات الكويتية السعودية نموذجا استثنائيا وفريدا للعلاقات المبنية على أسس طلبة ترتكز على الروابط الأخوية التاريخية بين القيادتين والشعبين ووشائج القربة والمودة والمصير المشترك وتتميز العلاقات الكويتية السعودية على الصعيدين الرسمي والشعبي بالخصوصية التي ترسخت بعمقها التاريخي الذي يمتد لأكثر من 130 عاما متجاوزة بذلك أبعاد العلاقات الدولية إلى مفهوم الأخوة وروابط الاجتماعية وأواصر القربة تلتخل خربة شاعرها شعورها اشتركوا في القناة كلمة يضر العمر نحبها زيادا تفرح بك المرحبا وتفخر بشاعرها من عرض العزلين السيفة ومجادة الكلمة هي الصدقة نقدر نعفرها مدامها من قلوب الشعب والغادة تفرح بك المرحبا وتفخر بشاعرها من عرض العزلين السيفة ومجادة الكلمة هي الصدقة نقدر نعفرها مدامها من قلوب الشعب والغادة موسيقى 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 يا محمد قول للناس و للتاريخ كالعادة جملة جملة و نايم نرادتها و نكر نرغا بلادها بلادنا و بلادنا بلادها سعيدين في هذا التواصل و في هذا اليوم الميمون و أرحب بالدكتور محمد القعطاني و أستاذ التاريخ في جامعة الكويت حياكم معنا الدكتور و شكرا على قبول هذه الدعوة الله حيكم بالعكس أنا أسعد في هذا اللقاء الجميل سعى المباركة دكتور بلادنا دكتور حمد يعني نتكلم عن شون تشوف زيارة سموي العهد يعني للكويت هذه اليوم في الحقيقة بادي دي بده قيادة و حكومة و شعبا نرحب في الحقيقة بزيارة صاحب السموي الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن أبن عزيزي عبد الرحمن بن فيصل آل السعود ولي العهد و نايم رجل الجراء و وزير الدفاع في الحقيقة هذه الزيارة و كما معروف أنها سوف تحقق كثير من هذه من الأهداف للقيادتين و الحكومتين و كذلك للشعوب و هذه الزيارة في حقيقة هي رجل الزيارة الأولى سبقها و هناك الزيارة 2018 و كما معروف في حقيقة أن كل هذه الزيارات التي يقوم بها القائدات تحقق أهداف كثيرة لأن هناك لا بد أن يكون هناك في مشاؤرات و هناك في أمور كثيرة و خاصة أن هذه الزيارة هي زيارة شاملة لدول مجلس التعاون بداها سمو الأمير محمد بن سلمان ابن عبد الرحمن بن فيصل آل ترقي ابن سعود من سلطنة عمان إلى ختاما إلى المملكة إلى دولة الكويت في هذا المساء الجميل و هذه الليلة المباركة دكتور هذه الزيارة كيف تنعكس على عمق العلاقة التاريخية الوقتة بين الكويت و المملكة عريسا؟ في الحقيقة لا بد في هذا اللقاء و هذه المناسبة و هذه الزيارة و هذه الفرحة و حقيقة و فرحة سمو الأمير شيخ نوام و كذلك سمو الأهد الشيخ مشعل الحمد بن جابر بن بارك الصباح الحقيقة العلاقات الكويتية السعودية هذه علاقات يعني راسخة و علاقات يعني منذ نشأة هذه الكيانات فالعلاقات الكويتية السعودية هذه بدأت حقيقة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى 1744 و عاصمة الدرعية و كذلك مع أول حاكم الكويت صباح بن جابر العتبي الذي بدأت تأسيس الكويت في عام 1600 ثم استمرت هذه العلاقات في فترات مختبئة و لكنها أخذت لها منحة آخر في حقيقة و ذلك في عهد الشيخ مبارك المصر و المؤسس للمملكة العربية السعودية عندما استطاع أن يخرج من الكويت في يناير 1902 و أن يسيطر على رياض و أن يعيد حكم الدولة السعودية الثانية و أصبح في حقيقة هو طبعا مؤسس للدولة السعودية كذلك استمرت هذه العلاقات و هذا لا ننسى للتاريخ أن المؤسس و هذا و أنا سأذكر ثلاث أشياء مهمة جدا للتاريخ النقطة الأولى و هي عام 1938 عندما قام الملك غازي ملك العراق بتهديد الكويت تحرك الملك عبد العزيز رحمه الله المؤسس جد طبعا سمو الأمير محمد المسلمان و قال أي اعتداء و كان ذلك في عهد الشيخ أحمد الجابي بارك الصباح أي اعتداء على الكويت هو اعتداء على الملكة العربية السعودية كذلك لا ننسى الحقيقة وهذه من النقاط المهمة التاريخية التي يجب أن يعرفها الشعبي الكويتين وهو أنه عندما استقلت الكويت في عهد الشيخ عبد الله السلام في 19 يونيو عام 1960 هناك تهديدات من العراق من عبد الكريم قاسم رئيس وزراء العراق و وزير الدفاع والذي تحرك في الحقيقة عبد الله السلام و أرسل برقية الملكة السعود ماذا فعل الملكة السعود رحمه الله و أخوانه في الحقيقة الموجودين اجتمع مجلس الوزراء السعودي مرتين متتالية وهذا لأول مرة تحدث من جزلات السعودي أن اجتمع في يوم 26 و 27 وعلى طول أرسل قوات إلى دول كويت لحماية الكويت من التهديد العراقية وفعلا وصلت هذه القوات في 28 يونيو عام 1960 وللتاريخ أنها وصلت القوات السعودية قبل وصول القوات البريطانية وصلت في 1 أكتوبر كذلك لا ننسى بل بل أن عندما صار هناك اعتراض على دخول الكويت في الجامعة العربية في يوليو دخلت السعودية وأدت حقيقة هذا إلى دخول الكويت من العربية في 20 يوليو عام 1920 وهناك مواطف أخرى شونا نذكر إن شاء الله بعد قليل إحنا جميل هذا التمهيد لهذا الموضوع ولكن بطور إحنا إن شاء الله نكمل بهاك بإذن الله ولكن بعد قليل موسيقى 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 يا بلاد تفخر الدنيا بها دام أبو سلمان ملهم شابها حط كفها بين كفيها وقال كل درب للمعالي دربها موسيقى سارعي للمجد والعالي ترى ملح السادك وجود فيها الحياة ما ينسي نسفن مهما جوايا غالانا يوم كل الأغناء موسيقى نكررها دائما وأبدا نورت الدار في بلدك الثاني وهذه الساعة المباركة زيارة سمولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حافظه الله والوفد المرافق له هذا طبعا انعكاس واقعي ونموذج مشرف في مسيرة وعلاقات تاريخية تجعلنا فخورين ككويتيين وأيضا سعوديين وهذه الزيارة الميمونة انعكاس في توحيد المواقف وتقاربها وهو ما يصب في مصالح البلدين ودول الخليج عامة وهذا الاستثمار المتبادل بين البلدين وزيادة التبادل التجاري خلونا نشوف هذه الترتيبات في قرفة التجارة الكويتية بملتقى أصحاب الأعمال الكويتي والسعودي كان مؤتمر في غاية النجاح التقديم من جانب الكويتي كان جيد من جانب السعودي كان كذلك جيد وممتاز شفنا الإمكانيات الجديدة التي تطرع على الاقتصاد السعودي وهذا شيء يعني يرفع الرأس ومفخرة إن شاء الله يوفق كل دول الخليج وتحت رعاية أمراءهم وملوكهم ورؤساء كان في اليوم عدة اتفاقيات وقعت بين الجانبين السعودي والكويتي اليوم متفقين جميعا على مراجعة كل التحديات والمعوقات على زيادة الحوافز لاستثمار في البلدين نؤمن إيمان كبير اليوم أنه البلدين بما يحظيان فيه وما يزخرون به من ميز نسبية من إمكانيات هائلة للإستثمار هذه فرصة كبيرة حقيقة للقطاع الخاص في البلدين ونجزم تماما أنهم سوف يعملون على هذه الفرص ولا هذا العمل أنا حققتا سعيد بتواجدنا اليوم في بلدنا الثاني الكويت، كويت المحبة، كويت القوة، كويت التقدير، كويت الجار ويمكن عرشت حديثي مع زملائي أنه اليوم ما أقدر أزايد في أكثر مما قال الملك فهد رحمة الله عليه إذا فيه السعودية ففي الكويت، إذا ما فيه السعودية فما فيه الكويت اليوم الحمد لله يعني زيارة سمو سيدي ولي العهد يعني هي تجسيد للأوارس المحبة والشراكة المستمرة وإحنا اليوم كرجال أعمال وجيتنا اليوم هنا للتأكيد على هذه الشراكة التاريخية بين السعودية وبين الكويت سعودنا في ظرفة الكويت باللقاء والتبادل التجاري وهناك اتفاقيات وقعات كل يوم تواجدنا تواجد بالتزامن مع زيارة سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمين وصاحب سمو ملكي المرحمة بن سلمان زيارة لتفتح أفاق تعامل واستثمارات كبيرة بين البلدين في ظل رؤية طموحة من المملكة العربية السعودية رؤية 2030 بالإضافة إلى رؤية الكويت 2035 ازدهار الاقتصاد في الكويت والسعودية اليوم الحمد لله السعودية مقبلة على مشاريع عملاقة جدا وهذا كان سبب الشراكة الاستراتيجية اشتركوا في القناة 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 والتعاون في المجال الاقتصادي النفطي في الانتاج والتصدير وكمهم عروف أن الكويت والمفاعل السعودية هي من الدول المنتجة النفط في العالم ولهذا دائما دول العالم تنظر إلى كل من الكويت السعودية في منظمة أوبك أو في منظمة أوبك ثم بعد ذلك أخذ هناك يتطور في حقيقة العملية التجارية بين كل من الكويت ومفاعل السعودية وتمثل ذلك الحقيقة في عقد كثير من الاتفاقيات في الستينات والسبعينات بل أن النقطة المهمة هو التبادل السلع فالآن هناك كثير من السلع والشركات التي تصدر الكويت بالإضافة إلى أن هناك في حقيقة تعاون اقتصادي في وجود كثير من الشركات وأعتقد أن نقف التجارة الكويتية في التقرير أدى إلى وجود تعاون بهذه الشركات لأن هذا يحقق لنا شيء اسمه التكامل الاقتصادي سواء كان التكامل الاقتصادي بين دول مستعاون أو التكامل الاقتصادي بين الثنائي دولتي هذا كيف يخدم التبادلات التجارية في رؤية كويت 35 وإيضا رؤية السعودية 2030 طبعا كما منعرف حقيقة أن رؤية القعبة السعودية 2030 وكذلك الكويت 2030 هذه رؤية مهمة جدا تتمثل في التعاون في الناحية الاقتصادية والناحية المالية لأن هناك الآن توجه في الكويت بأن تصبح الكويت مركز ماليا وكذلك السعودية في الحقيقة لها مركز مالي مهم جدا وهذا يحقق تعاون ما بين بورصات العالم ولهذا لو نحظ أن رؤية الكويت 35 أو السعودية هي تتجه إلى النواحي الاقتصادية وكيف نحقق نواحي مالية اقتصادية بما يقلل من اعتمادنا على النفط كل ناحية الرؤية للسعودية وللكويت هو لعمل تنمية بما يحقق وعدم الاعتماد لأن النفط قد ينظف يوما ما ولهذا هناك السياحة الكويت عندها سياحة المنفع للسعودية الآن عندها توجه في السياحة عندنا اليوم عندنا الجزر موجودة على السعر الخليج العربي والكويت هذا هناك توجه لأن أصبحت الآن السياحة من أهم الأمور الاقتصادية التي قد تحقق أهداف اقتصادية لكثير من دول العالم ولهذا الآن هناك توجه لقعالة سعودية هناك توجه للكويت بأن يكون هناك توجه للنحية السياحية هناك توجه لتعاون وتكامل اقتصادي بين الشركات في عملية الانتاج بما يحقق هذا المردود على زيادة الانتاج المحلي لكل من المقعالة سعودية والكويت وبما يحقق نمو، هذه النقطة مهمة في الرؤيتين هو نمو اقتصادي للحقيقة الشعب لأن كل هذه الأشياء هي للشعب لأن الرفاهية هذه من الأساسيات المهمة جداً لهذه الرؤيتين في الحقيقة لتحقيق ناحية اقتصادية للشعوب احنا رح نتكلم أيضاً عن أوجه أخرى في هذا المجال الدكتور سيفيد من وجودك معنا في هذا الشأن خاصة التاريخي والاقتصادي والعسكري وهذه الجوانب الأخرى وإن شاء الله نرجع معكم ومع الدكتور ولكن نخليكم مع طبعاً زميلة نورة عبدالله في الجانب الآخر من الانستيديو نسأل الله أن يكلم جهودنا بالتوفيق لتحقيق طلعات ملك عظيم الشعب عظيم يسكن وطن عظيم اسمه مملكة عربية السعود هذه حربي لي أخوها شخصياً ولا أريد أن أفارغ الحياة إلا وأراد الشرط الأوسط في مقدمة مصاف العالم وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق مياه بالمياه شكراً للمشاهدة ما زلنا معكم في الحلقة الاستثنائية من برنامج بعد السادسة وكنا قبل قليل مع الحوار الراقي مع الزميل عيد الرشدي والدكتور حمد القحفاني في الجانب الآخر من الستيديو يعزز مفهوم مركزية العلاقات السعودية الكويتية الراسخة في أواصر القربة والأخوة والتاريخ العريق والحاضر المدهر والمصير المشترك وأن المملكة هي العمق الاستراتيجي لدولة الكويت وأن الكويت الامتداد الاستراتيجي والحضاري للمملكة وهذا هو الواقع عملياً وممتد منذ العلاقة بين البلدين تاريخياً الشارع الكويتي عبر عن فرحته بطريقة عفوية وصادقة ونابعة من القلب مثل ما قلنا المملكة العربية السعودية فنحن نعكث أنفسنا فعلاً مرآة للمملكة العربية السعودية الكويت وأيضاً هذا بشكل عكسي متبادل بين البلدين إخوان وأحبة وأهل تجمعنا فيهم قواسم مشتركة في مختلف المجالات دعونا نشوف مع بعض تعبير الشارع الكويتي الذي يجسد الواقع الحقيقي لحب المملكة العربية السعودية لأن السعوديين محبتهم في قلوبنا استثنائية فحبينا اليوم تخيرنا يكون استثنائي وكلام طالع من قلب أهل الكويت لأهل السعودية أحب أقول لي الله يحييك في بيتك الثاني وأنا أقرب مثال أنا سعودية ومتزوجة كويتي وهذه ديرتي الثانية طبعاً أهلاً وسهلاً في بلد الثاني والكويت والسعودية طبعاً بلد واحد ومصير واحد واشترك أقول له يا هلا مرحبا فيك والساعة مباركة يطويل العمر بين إخوانك أهل الكويت كلهم يرحبون فيك من تجي لين تروح؟ نقول له والنعم فيك وحياك الله والديرة ديرتك وأهلك حنا أهلك وأنت من أهلنا حللت أهلاً وبطأت سهلاً يا صاحب السمو أمير محمد بن سلمان الله حفظه بين أهله وناسه والعلاقات السعودية الكويتية لا شك ما نقدر نتحدث عنه بلدين بقلب واحد يا بلاد تفخر الدنيا بها دام أبو سلمان منهم شابها حط كفه بين كفيها وقال كل درب للمعالي دربها نحب عن أخواننا أم السعوديين أهلنا وأخواننا نحب بعض من يومنا يعني ما في شي جديد والله يبعد أي حاسد وأي كيد يا رب إن شاء الله عننا شعب واحد لا يحتاج كل الخليج شعب واحد كلنا نحب بعض ما نفرق بين بعض كلنا خليجنا واحد نقول خليجنا واحد وطول عمرنا السعودية والكويت واحد قلب واحد ومكان واحد وديرة وحدة فعسى الله لا يفرقنا إن شاء الله ودائماً أمانة ما نشعر بأي غربة عندما نتواصل معهم عندما نزورهم عندما يزورونا سمعتوا كلام الكويتيين والخليجيين اللي طالع من القلب وإحنا بدورنا فريق بعد السادسة نقول لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حياك الله بديرتك الثانية لكويت فعلاً هذه مشاعر الحب والمحبة الصادقة بين الشعبين الكويتي والسعودي وأيضاً شعوب الخليج رجعنا مع دكتور حمد الكحطان تتصال تاريخ في جامعة سالكويت حياك الله مرحباً الله حياك دكتور لو تطرقنا إلى هذه الزيارة وانكاسة إن شاء الله على القمة الخليجية القادة لتوقد إن شاء الله في المملكة في منتصف ديسمبر طبعاً زيارة هذه مهمة جداً لأن هذه الزيارة لا بد أن تحقق أهداف القمة وكموه معروف أن القمة لها أهداف سياسية واقتصادية وكذلك اجتماعية وخاصة أن سمو الأمير سمو الأمم حمد بن سلمان قام بزيارة من سلطة العمان حتى الكويت حتى يكون هناك رؤية واحدة لكثير من القضايا التي تحيط في الدول من استعاون ومن هذه القضايا في الحقيقة والتي في الحقيقة يجب أن تنتهي ويجب أن تنتصر إن شاء الله السعودية عليه هو طبعاً التهديدات الحوثية وتدخلت لبعض الدول ولهذا الكويت في الحقيقة دائماً كانت تساند السعودية وهناك قوات عسكرية سعودية موجودة في الجنوب كذلك لا بد من هذه الزيارة تحقق في حقيقة التعاون الاقتصادي في هذه القمة وخاصة للاضطرابات المالية والاضطرابات المتعلقة في أسعار المترول وخاصة في هذه الأيام والتحركات العالمية كذلك أن هذه القمة إن شاء الله التي سوف تعقد فيها في العربية السعودية قريباً سوف تحقق في حقيقة لآمان الشعوب وكذلك تحقق أهداف كثيرة اقتصادية ومنها الاتحاد الجمركي ومنها التعاون بين الدول في المجالات العلمية فهذه الزيارة في حقيقة هي زيارة شاملة جامعة بسمو الأمير الحمد بن سلمان لأن هذه الزيارات حتى يكون هناك قمة يكون هناك اتفاق على العراء لأن مجلس التعاون الحقيقة منذ تأسيسه وبدايته في أبوظبي في أول استماعي في عام 1981 كان يهدف إلى وجود رؤية واحدة لدول مجلس التعاون السد سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً وهذا ما استمر عليه الحقيقة من 1981 حتى الآن بارك الله فيك دكتور وشكر لك على وجودكم على هذا البرنامج كل الشكر والتقديل لدكتور حمد القحطاني في هذا الحوار الخاص لهذه الزيارة المممونة لسموه للعاهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العيس الزاء لسعود حضر الله وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة ودائما نقول في الختام يلا حيا ونورت لكويت وأيضاً أحب أقول في هذا الزيارة الممونة الغالية على قلوبنا جميعاً لسموه للعاهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله العين لك قبل الدار ونور ديرتك وبلدك الثاني لكويت قصة وفا بيننا للحين نذكرها كلمة يضر العم بنحبها زيادا كلمة يضر العم بنحبها زيادا تفرح بك المرحبا وتفخر مشاعرها من عرض العزلين السيفي وانجادا الكلمة يصدقا نقدر نعبرها مدامها من قلوب الشعب والغادا تفرح بك المرحبا وتفخر مشاعرها من عرض العزلين تفضل العطاء الكلمة يصدقا نقدر نعبرها مدامها من قلوب الشعب والغادا موسيقى 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 اشتركوا في القناة